على الرغم من ظروف الحرب ما زال مستشفى الثورة بمحافظة الحديدة يقدم خدماته للمواطنين رغم كثافة أعداد المرضى وهو المشفى الحكومي الوحيد الذي يقوم بذلك بمبالغ مالية زهيدة في واحدة من أكثر المحافظات فقرا واحتياجا ومع ذلك تتفاقم معاناة المرضى أكثر من أي وقت مضى هنا حيث يكتظ المستشفى بأعداد مهولة من النساء والأطفال والزوار تبدو مخاطر نفاذ الأدوية في المخازن هي ما يؤرق العاملين والمسؤولين في المستشفى ويهدد حياة المرضى نظرا لما نعانيه من قلة وشحة الأدوية في مخازن الأدوية بسبب تواجد الكبير للمرضى وبسبب وجود بعض الأقسام الغير متوفرة في باقي المستشفى الخاصة والعامة لذلك نحن نناشد جميع النظمات الإنسانية وصحاب الأياد البيضاء لدعم المستشفى حتى نساعد المريض مناشدات المعنيين هنا ليست سوى قرع لجرس الإنذار قبل تحول هذه المشكلة إلى معضلة تتوسع يوميا فهل تجد آذانا صاغية أم أنها تذهب أدراج الإهمال واللا مبالاة؟